كانت الخنساء قبل ظهور الإسلام قد اشتهرت بقصائدها في رتاء أخويها معاوية وصخر لدرجة أنها جعلت حياتها في سبيل أخيها الذي فارق الوجود ومع ظهور الإسلام أسلمت مع وفد من قومها وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها وتركت الشعر جانبا واشتغلت بتلاوة القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنة الرابعة عشرة من الهجرة في عهد الفاروق عمر بن الخطاب حضرت موقعة القادسية بين المسلمين والفرس ومعها بنوها الأربعة فقالت لهم حين نادى سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه حي على الجهاد يا بني لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل والأجر العظيم في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين وأعانتهم بكل ما استطاعت من قوة مادية ومعنوية وزودتهم بالنصائح الغالية وغرست في نفوسهم حب الاستشهاد في سبيل الله فأقبلوا على الحرب يتوسطون جموع العدو ويضربون فوق الأعناق بكل قوة وشراسة لا يبالون أسقطوا على الموت أم سقط الموت عليهم لقد قدمتهم جميعا إلى المعارك ولم تدخر منهم أحدا يخدمها ويقوم بشأنها لأنها تحسن التوكل على الله وتثق في فضله العظيم وترجو من أعماق قلبها أن ينتصر المسلمون نصرا عزيزا وبعد انتهاء المعركة سألت الخنساء عن أبنائها الأربعة فأخبروها أنهم قد استشهدوا جميعا فتلقت هذا الخبر بالصبر والرضا والجلد واحتسبتهم عند الله ولم ترثهم كما كانت ترثي أخاها صخرا في الجاهلية وإنما قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته وظلت الخنساء مشغولة بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن حتى لقيت ربها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رجل صالح توفيت زوجته وتركت له طفلة عمرها ثمانية أعوام فحزن الزوج حزنا كبيرا على فراق زوجته طيبة القلب واهتم بابنته وزاد عطفه عليها ولكنه بعد وفاة أمه التي كانت تهتم بابنته أثناء عمله قرر الزواج من أخرى لترعى ابنته وبالفعل تزوج من فتاة لم يسبق لها الزواج رغم أن عمرها اقترب من الأربعين عاما ولم يكن يعلم الزوج أن هذه الفتاة قاسية القلب بسبب تأخر زواجها وضياع حلمها بأن تكون أما بعدما علمت من الأطباء أنها عاقر ولن تستطيع الإنجاب وكان أول شيء طلبه الزوج منها هو الاهتمام بطفلته يتيمة الأم وذكرها بكلام الله تعالى في قرآنه فأما اليتيمة فلا تقهر وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم فوعدته الزوجة أن كل وقتها سيكون لابنته وبعد شهر ولسوء حظ هذه الطفلة المسكينة لاقت أسوأ معاملة من سب وضرب وأبشع أنواع التعذيب وكلما بكت كتمت الزوجة صوتها وهددتها إن شكت لأبيها فإنها سوف تقيدها وتحرق جسدها بالنار تبدل حال الطفلة للأسوأ ولاحظ والدها أنها كلما وقفت تقع أرضا وترتعش كثيرا وتصرخ كلما نظرت إليها زوجته ودائما تمسك رأسها وتبكي بكاء شديدا فحاول أخذها للطبيب ولكن زوجته منعته ودعت أن هذا أمر عادي ولكن الأب أخبر زوجته أنه سيأخذها إلى خالتها لتقضي بعض الأيام هناك حتى تستريح هي من تعبها معها ودون أن تعلم الزوجة أخذ الأب ابنته للطبيب الذي تعجب بعد أن شاهد الأشعة التي أجريت على رأسها حيث وجد كثيرا من النمل داخل رأسها فأجرى لها عملية وقام بتنظيف رأسها وعلم الأب من ابنته أن زوجته كانت تضع السكر على أذنها وأنفها بعد أن تقيد يدها وهي نائمة فيأتي النمل بكمية كبيرة إليها فحزن الأب كثيرا وأسرع إلى زوجته ليقتلها ولكن تدخل الجيران منعه فأتت الشرطة وألقت القبض على الزوجة الضارمة التي اعترفت بما قامت به وعندما سألها الزوج بغضب عن سبب هذه القسوة قالت له أكثر من شهر أطلب منها أن تقول لي يا أمي فلم تفعل ورغم كل العذاب الذي لاقته مني لم تنطق بها وبعد أن طلق الأب زوجته حكم عليها بالسجن ثم تحولت إلى مستشفى الأمراض العقلية وماتت داخلها وتم شفاء الطفلة وعادت تبتسم للحياة كما كانت قبل وفاة أمها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد عروة بن الزبير بحر من بحور العلم وإمام من أئمة التابعين في الصبر واليقين أبوه هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين لقد لزم عروة بن الزبير البقية الباقية من صحابة رسول الله فكان يأتي بيوتهم ويصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم وأخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين حتى أصبح أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يلجأ إليهم المسلمون في دينهم كما كان صواما قواما رطب اللسان بذكر الله تعالى كما كان سخي اليد جوادا فقد كان له بستان من أعظم بساتين المدينة عذب المياه ظليل الأشجار باسق النخيل وكان يجعل لبستانه هذا سورا طوال العام لحماية أشجاره من أذى الماشية وعبث الصبية حتى إذا آن أوان الرطب وطابت واشتهتها النفوس كسر حائط بستانه في أكثر من جهة ليجيز للناس دخوله فكانوا يدخلونه ذاهبين عائدين ويأكلون من ثمره ما لذ لهم ويحملون منه ما طاب لهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وكان كلما دخل بستانه هذا ردت قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكان يدعو أهل بيته إلى عد الصدقة هدية تهدى لله فيقول يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من يختار له وقد شاء الله تعالى بعد سنة من خلافة الوليد بن عبد الملك أن يمتحن عروى بن الزبير امتحانا لا يثبت له إلا ذو الأفئدة التي عمرها الإيمان وملأها اليقين وذلك عندما دع خليفة المسلمين عروى بن الزبير لزيارته في دمشق فلب دعوته وصاحب معه أكبر بنيه ولما قدم على الخليفة رحب من مقدمه وبالغ في الحفاوة به ثم دخل ابن عروى على استبل الوليد ليتفرج على جياده فرفسته دابة بضربة قاضية أودت بحياته ولم يكاد الأب الحزين ينفض يده من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الأكلة فتورمت ساقه وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة فاستدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة وحضهم على معالجته بأي وسيلة لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا بد من بتر ساق عروى قبل أن يسري الورم إلى جسده كله ويكون سببا في القضاء عليه ولما حضر الجراح لبتر الساق قال لعروى أرى أن نسقيك جرعة من مسكر لكي لا تشعر بألام البتر فقال عروى لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية وما أحب أن أسلب عضو من أعضائي دون أن أشعر بألمه وأحتسب ذلك عند الله دعوني أصلي فإذا قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى وبالفعل قام يصلي وتركوه حتى سجد فأقبل عليه الطبيب وقطع الساق كاملة وهو ساكن مطمئن بصلاته لم يحرك ساكنة وأرادوا إيقاف نزيف الدم فسكبوا على الجرح الزيت المغلي وعندها فقط لم يحتمل حرارة الزيت فقال لا إله إلا الله والله أكبر ثم أغمي عليه ولما حمل عروى بن الزبير إلى المدينة وأدخل إلى أهله سارعهم بقوله لا يفزعنكم ما ترون فلقد وهبني الله أربعة من البنين ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي ثلاثة فله كل الحمد وأعطاني أربعة من الأطراف ثم أخذ منها واحدا وأبقى لي ثلاثة فله كل الحمد والله لئن أخذ الله مني قليلا فقد أبقى لي كثيرا ولئني ابتلاني مرة فلطالما أعفاني مرات فالحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ وظل عروة بن الزبير للمسلمين منارة هدى وداعية خير طوال حياته ولقد اهتم أكثر ما اهتم بتربية أولاده خاصة وسائر أبناء المسلمين عامة فلم يترك فرصة لتوجيههم إلا اغتنمها ولم يترك فرصة لنصحهم إلا أفاد منها ومن ذلك أنه دأب على حظ بنيه على طلب العلم إذ كان يقول لهم يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم وقد عاش عروة بن الزبير واحدا وسبعين عاما مملوئة بالخير حافلة بالبر فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم فرحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما